شوف من البداية كده من البداية الحسد مذكور في القرآن يعني عارفين ان في حسد وناس بتحسد وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتحسد زمان والحسن والحسين والحجر اتفلق نصين لكن احنا النهاردة مش هنتكلم في الشق الديني هنتكلم في الشق الدنيوي اللي هو العلاقات والحياة ليه الناس بقتبصة في حياة غيرها اكتر من حياتها انا عارف ان حضرتك مش عايز تاخدنا في الحتة ان ندول امراض نفسية لكن ماشي انا معاك لان فيه ناس حتى كانت والدتي زي ما انت ولي ايه فيه ناس بتحسد يا ايمان غصب عنا يعني هم طبعتهم كده يعني ممكن يكونش قصدة تحسد فالناس دي انت شايف ان ده بيبقى صفة صفة فيهم ولا احنا اللي بنسير غيرتهم بالسوشيال ميديا والحاجات اللي بنعرضها مش هتكلم اكتر من كده اشان كلمت كتير لأ هو ممكن ممكن كزا حاجة يعني ممكن تكون طبعا مشكلة نفسية وممكن تكون مجرد صفة بس في النهاية يعني خلينا بس نتفق ان المشاعر بتاعت الغيرة وان انا ممكن ابقى بصص لحاجة في ايد حد غيري دي ممكن تحصل هي المشكلة انا بس تجيب لي المشاعر دي ازاي انا خلينا ابتدي الاول بحاجة لسه حصلة قريب ترند كده اللي هو التمثيلية بتاعت صوتو صورة كان فيه حد نموذج لهذا الشخص لما بعتولي في الاعداد ان هو ده الموضوع فلاقيت نفسي الصورة وعلى طول بتتكون سعاد صاحبتها ايوة بالزبط سعاد فسعاد دي كانت يعني مستقترة عبدالغاني ده اللي هو الفنان وليد فواز عنا رضوة وكانت نفسها فيه ولما خدته اول ما هي واقت رضوة كانت بصّلها فيه رغم ان هو اصلا مأساة كانت بصّلها في حياتها كلها واول ما هي اخدت بعد شوية وقت قالت له يعني انت طلقت حيطة ميلة وانت طلقت بما معنات كلام يعني ان انت شخص مش ملكش لازمة واستغنت عنه بعد ما اخدته الموضوع ده شاهد من الحكاية دي وصل لنا حاجة بسيطة جدا ان احيانا الصورة من بعيد بتبقى شكلها حلو وده في حد ذاته معناه معناه ان المشكلة بتبقى اساسها هي قصور في التفكير ان انا بيبقى عندي حاجة نقصة لما بشوف حد من بعيد الحاجة دي موجودة عنده بغير بحس ان انا عاوز الحاجة لنقصة عندي دي بتحصل بقى لناس كتير واحنا منهم يعني ممكن ده يحصل لنا الفرق ما بين واحد واحد ان فيه واحد واعي على فكرة ايه بتحصل واحنا دايما بنتكلم بصراحة على فكرة في برنامجنا وياما مسلسلات اتعملت ودراما وافلام عن البنت اللي عندها عقدة اللي لازم تاخد جوز صحبتها جوز صحبتها بس واي راجل تاني ممكن يكون احسن منه لا ما تجريش وراها هي عايزة ده ونفس الحكاية رجالة كتير طلقت ستات من اجوازتها بسبب لا انا عندي العقدة اللي لازم تسيبيه وتجيلي وبعد ما تجيله ما يتجوزهاش يا ما كتبت جرائم قتلي بسبب ان هي بعد ما اتطلقت وراحت لعشائها العشائها رفض يتجوزها يعني ده بيحصل عادي في كل المجتمعات على فكرة مش بس في مصر يعني فيلم الغيرة قاتلة يعني حاجة جبارة ففيه بتبقى دي عقدة بقى ده انا قدر اقول عليها عقدة اللي هو انا بصة في حياتي كنتي مش في حياتي انا هي بتبقى يعني مجموعة هي انتي قلت كلمة حلووي قلت عقدة هي فعلا بتبقى عقدة كلمة عقدة دي يعني يعني معتقد جاية من بيليف من حاجة انا مؤمن بيها طب البيليف ده بتكون ازاي او المعتقد ده بتكون ازاي نتيجة تربية او نتيجة حاجات اتصدرت لنا من السوشيال ميديا او من الصحاب او من الاهل طبعا دول بيبقوا ليهم طبعا الاولوية ان انت مثلا لازم تطلع الاول ان انت حظك وحش اشتركوا في القناة